لغة العربية ونأخذ أسئلة منكم فقط من المجلمين بالفعل لم ينضم إلينا صحفي عبر الإنترنت لكن قد نأخذ أسئلة فقط من حضور المفاوض السامي شكرا لك وتفضل صباح الخير وأشكركم شكرا على حضوركم أريد أن أشارك معكم بعض ما رأيته وسمعته من الفلسطينيين والإسرائيليين في الأيام الماضية في الواقع يعني أنا للتو أنهيت مكالمة مع زميل لنا من أحد الموظفين في رفح كان أسرع لأولد اليد الغازة مع زوجته وهي حامل 17 وذلك أطفال وعضاء أسرة أخرى حيث البنباني حولهم ثم تدميرها من أب القصف الإسرائيلي أطفاله عمرهم تسعة وسبع سنوات طرحوا عليه أسئلة ولا يعلم كيف يجيب عليهم لماذا يحدث هذا لنا وما يمكن أن نفعله حيال هذا الهجم وزميل آخر في غازة غارلي كيف تغذي أطفالها في الساعة الواحدة فجرا لإيجاد الملجأ لهم وتحافظ على حقائبها قريبة لها لأنهم قد تحتاجوا للفرار من الموقع وبالتالي هناك وصدق قتله وعلى المياه شحيحة والخوف الشائع والمنتشر وزميل آخرين قالوا لي أن عليهم أنهم يعدهم فقدوا الكثير من العزاء ومن عائلاتهم وهذا يعني شيء يتكرر مرة تلو المرة في الأيام الماضية في زيارة قصيرة للعريش مستشفى العريش في رفاح في مصر رأيت العديد من الأطفال المجروحين المصابين بالجروح يعني فتا عمره ثلاث سنوات يعني مكسور بالأرجل وطفلة أخرى ثمان سنوات يعني مجروحة بشكل خطير وآخرين هؤلاء يعني الأطفال المحظوظين الذين يعانون بشكل مأساوي لكنهم لا علي قد الحياة وتلقون العناية الطبية اللازمة كما تعلمون حوالي 4800 الطفل آخر تم قتلهم في غزة في الشهر الماضي حسب وزارة الصحة في غزة العديد من الآخرين قد يكونوا يعني لا يزالوا محاصرين تحت الركام أكثر من 26 ألف تم جرحهم ولا يتمكنوا من تلقي أي ثعية طبية بسبب هذه النظام الصحي المنهار بغزة أو يعني عندهم موجود مواد طبية هناك طبعا أطفال أو أشخاص من دول عياقة لا يتمكنوا من الوصول إلى العناية الطبية وبالتالي هناك قرارات يعني حول تركهم أعضاء من الأسرة وأفراد الأسرة خلفهم يعني خاصة من الأطفال من دول عياقة أو يتم قصفهم أو وبالتالي الخير إما يبقون معهم أو يفرون من القصف سمعت من موسلافعي الحقوق إنسان إسرائيليين الذين يصابون بالأسى والغضب الشديد على ما يحدث في غزة ضد المدنيين ونحن منزعيجين ما قاله زميل في إسرائيل أن لا يصبح لنا المظاهرة ضد الحرب مع السلام وبالتالي لدينا حرية أقل ونعلم ما المجتمع الذي سينشأ بعد هذه الحرب في إسرائيل وسبعته أيضا من مدفعي حول الإسرائيل من فلسطين خاصة عن مخاوف وأكدوا لي عن فشلهم ومفشل المجتمع الدولي للإفاة بلتزاماتها في مدافع الحقوق الإنسان ومورثة تأثيرهم على تخفيف معاناة المدنيين في هذه الأزمة هذه الفضائع ضد المدنيين من قبل إسرائيل في أكتوبر يجب أن تشعرنا بالغضب جميعا ويجب أن يكون لها محاسبة وعدالة ومعالجة لضحايا هذه الحرب وهذه الفضائع وبالتالي يتم إعادة إسرائيل أيضا والمتقالين ويجب أن يتوقف أيضا إطلاق الصواريخ على إسرائيل ومن الواضح أيضا أنه سلام والأمن لا يمكن تحقيقه من خلال استهداف المدنيين الذي لا يجب أن يجب أن يجب أن يكون لهم أي مسؤولية وبالتالي مما في ذلك الموظفين المتحدة الموجودين هناك عددهم 99 وهذا يعني هذا مسبوك وبالتالي يفطر القلب هذا القصف للغزة بشكل مستمر بما في ذلك استخدام المواد المتفجرة ذات الأثر العالي في مناطق محتضة سكانيا يعني هذه يعني عبارة عن أثر واضحة تؤدها أثر كبير على الوضع الإنساني بعد أسباب من القصف بقبل القرية الإسرائيلية على غزة الأثر العشوائية على هذه المناطق العشوائية واضحا للعيان إسرائيل يجب أن توقف فورا استخدام مثل هذه الطرق وهذه الأساليب والهجوم يجب أن يتم التحقيق بها كل هلاجه الهجمات ونواصل أن نراقب هذه الهجمات والضربات وهناك مجموعة من الحوادث يعني هناك ضربات على مارات سكانية هذه الدمارينة غازة والبريج والنصيرات وخانيونس ومستوى عالي من القتل المدنيين وتدمير الأهداف المدنية لدينا مخاوف خطيرة أن هذه القوة المتناسبة يعني يجب أن تشعر المجتمع الدولي بالغضب وضرب على المستشفية واستداف المستشفية ومعارات المدنية بطريقة خاصة حول المستشفين المستشفى الاندونيسي ومستشفى الشفاء في غازة وبنسبة الوقت هذه الهجمات في المناطق المحيطة لمستشفيات وتجد الوصول لمستشفيات صعباً حتى من قبل أطواق الطبيبية بعض المستشفى الشفاء والقدس أيضاً تلقت أوامر إخلاء بما في ذلك سكان الشمالي غزة وهذا الوضع يعني كأومة منظمة الصحة العالمية وحذرت أن هذه عبارة عن حكم بالإعدام على هؤلاء السكان للخروج من المناطق من شمال غزة وبالتالي لأن كل يعني لا تستطيع المستشفيات استيعاب الجرحى وأيضاً القارون الإنسان الدولي واضح ومن ينطبق ويوفر الحماية للمدنيين ويجب أن يتم احترامهم في كل الظروف والأوقات وبالتالي هناك استدافة الدنيا الفلسطينيين وحمايتهم من الهجمات هو يعني بموجب هذا يجب أن يتم بموجب بعدها القوانين وبالتالي الإسرائيل الإتزام لتضمن أن المدنيين لا يتم استدافهم وبالتالي يجب أن هناك الحذر في هجماتهم ويجب أن يحترام ويجب أن يتناسب والفشل بذلك هو أيضاً يعني ينافي أغلق القارن الدولي وله أثر مدمر على المدنيين من خلال الاستدافة الغازة ومواصلتها الاستداف والحصار المتواصل لأكثر من الشهر جعل يعني على سكان غزة من الصعب أن يجدوا ضرورية الحياة للبقاء على قد الحياة كل أشكال العقاب الجماعي يجب أن تنتهي يعني طلب المدنيين للإخلاء وترك مواقعهم كلها يعني مؤدرة بالخطر وعندما يتم يعني هناك تشكل مخاطر على المدنيين وتثير أسئلة كبيرة حيث يمكن أن نضمن الأمن على أرض الواقع بخير الممارسات لا يجب بأي مكان في غزة حالياً يعتبر مكان آمناً حيث القصف يعني على كافة مناطق القطاع ويجب أن يكون الواضح أن المدنيين يجب أن يتم حمايتهم وفق القبل الإنسان الدولي بغض رضاً عن وجودهم ما نحتاجه بشكل ملح وفوري وذكرت ذلك ما رفل عديدة مما في ذلك في معبر رفح في مصر ما هو نحتاجه بشكل ملح هو الأطراف التي تتفق على وقف إطلاق النار على أساس يعني الضرورة الإنسانية الملحة مثل موضوع الغذاء والمياه لتوفيرها لمن يحتاجوا إليها بشكل ملح وبعرض على المكان في غزة لكل أيضاً نفتح الممر الإنساني لإصال كل المساعدات لغزة وبالتالي من الملحة أيضاً على سلوات إسرائيلية أن تأخذ إجراءات فورية لتحمي الفلسطينيين في الضفة الغربية حيث هناك يعني تنتعرضهم بشكل يومي اللي هجمتنا عنيفة من قبل جنود الإحتلال والتخويف والإذلال هذا العام كان يعني أكثر السنوات دموية في الضفة الغربية والقراز حيث يعني أكثر من 200 شخص يعني شخص قتل قبل 7 أكتوبر وهناك كانت تحذيرات من قبلنا في السنوات الماضية منذ بداية أكتوبر على الأقل 167 شخص ببك ذلك 43 طفل وامرأة قتلوا في حوادث لها علاقة بجنود الإحتلال الإسرائيلي وهناك مدنين آخرين قتلوا أكثر من 2000 فلسطينيين تم اعتقال لهم واحتجازهم في عمليات في الضفة الغربية ووثقنا حالات مثل هذه هذا العام القوات الإسرائيلية زادت يعني العملية العسكرية وتكتيكاتها وعملياتها بالأمس فقط على الأقل 14 شخص تم قتلهم من قبل القوات الإسرائيلية في مخيم جنين للاجئين هناك أيضا وفيات أخرى في الضفة الغربية وهناك عمليات فرض القانون يجب أن يتم إجراء وهبط وفق القانون الحقوق الإنساني الدولي هناك أيضا زيادة كبيرة في العنف واستبلاع على الأراضي في الضفة الغربية أيضا من 7 أكتبر تقريبا حول الفلسطيني من 15 مجتمع تم طردهم من بيوتهم في الزياق هذه البيئة النزوح من هذه المجتمعات يعني تشير إلى انتهاك لاتفاق جنيب أطلب من السلطة الإسرائيلية أن تمتثل مع تزاماتها كجهة احتلال لحماية السكان الفلسطينيين وإصدار يعني أوامر واضحة لضمان حماية السكان الفلسطينيين ضد هذا العنف بقبل الجيش وعلينا الامتثال مع هذه الأوامر هي واجب إسرائيل أن تضمن أن كل هذه الحوادث يعني يجب أن تحقيق بها والضحاء يوفر لهم أيضا العدالة وأيضا الفلسطينيين العقاب هو أمر غير مقبول وبالتالي هذا انتهاك لالتزامات الإسرائيل لقانون الإنسان الدولي وأمل أنه سيكون هناك بالنهاية يعني ظروف أفضل ومشائلة أفضل ووثقنا كثير من الحوادث في الأشفر الماضي حيث يعني مثلا منع الفلسطينيين من قطف محاصيل الزيتون في مزارعهم وبالتالي استخدام يعني قوة السلح لمنعهم من وصول إلى حقول إلى مزارع الزيتون وأيضا سرقات محاصيلهم وبالتالي وهناك تهديد المقيم على مدافعين حقوق الإنسان من خلال انتهاكات العديد وسبب ذلك منهم مؤخرا المدافعين على حقوق الإنسان ومكتبه يعني دافعوا و يعني وثقوا يعني ألفلات العقاب وانتهاكات حقوق الإنسان ولم يتم اتخذ أي إجراء لفرض سيدة القانون والوضع خرج عن السيطرة في الواقع بدلا من معاقبات بدلا يعني بدلا من مساعدة الأمم المتحدة ومساعدة ومساعدة حقوق الإنسان في توتخذ الانتهاكات السلطرة يجب أن تضمن المسائلة وهو يعبار وتوقف التصعيد والتوتر وتعلمنا مرات كثيرة بخير التاريخ أن التطرف هو يولد تطرفا إضافيا ويجب أن نأخذ خطوات لنكسر هذه الدورة وأيضا أدين استخدام اللغة التي تنزع الإنسان الإنسانية عن البشر وبالتالي هذا يتم بإسرائيل هناك يعني من حيث وصف حماس هناك بهذا السياق يعني التطرف يعني يثير أو يخلق تطرف الإضافيا وبالتالي خطاب الكراهية في إسرائيل والتحريض ضد الفلسطينيين جميعا توقف بعض البيانات أتت من مسؤولين كبار في إسرائيل ووصلت إلى يعني إلى جرأة محاربة وبالتالي وذلة موجودة بإفعال تناقض هذه القانون الدولية أنا أطلب من صنع القرار أن يدرسوا وينفذوا التوصيات الخاصة بتقرح حق الإنسان العديدة في المناطق الفلسطيني المحتلة للامتناع عن استخدام العنف في هذه المناطق ويجب أن يكون هناك تحقيق هام ومسائلة لإنهاء دورة العنف وضد المجتمعات في فلسطين المصرحة محلية الغير راغب وغير قادرة للقيام هذه التحقيقات وهناك روايات تم تحديها في بعض الأحداث يجب أن يكون هناك تحقيق دولي مستقل ومن الواضح أن الواضح الحالي لا يمكن تحتماله ويجب أن نقوم بما يمكن لتخفيف معاناة المدنيين الدول العضاء يجب أن تعمل بشكل مجد أكثر من أي وقت الماضي لإيقاف وقفة القنار من قبل كل أطراف نوقف العنف ونضمن السلام للعمال الإنسانيين ونوفر الوصول الآمن لضمان أن المساعدة والمساعدة الإنسانية توفر لكل من يحتاجوا إليها ونتأكد أن الأشخاص لديهم الغراء الكافي والمياه النظيفة والعناية الطبية وطبعا تحرير الرهائن وبالتالي يعني إحضار المعتدين والمرتكبين لهذه الفضائع للعدالة الوضع الخطير هو يتم من خلال إنهاء الاحتلال وبالتالي حق التغير المصير الفلسطينيين يجب أن يضمن كما ذكرت مرات عديدة لإنهاء العنف الاحتلال يجب أن ينتهي أيضا الدول العضاء يجب أن تستثبر كل جهودها الضرورية لإيجاد سلام مستدام لكافة الفلسطينيين والإسرائيلين على حد سواء شكرا لكم شكرا للمخوض السامي البيان سيتم مشاركه معكم بعد هذا المتور الصحفي ونعمل على ترجمة للغاية العربية لهذا البيان لمشاركته معكم أيضا قد أخذ بعض الأسئلة الآن سنأخذ سؤالين كل مرة للإجابة عليها لو سمحتم هل تحتاجون المايكروفون رائد عوض من الجزيرة يتواصل الحرب الآن وهناك العديد من جرائم الحرب التي تحدث في غزة الملك عبدالله ذكر أن أنها حربا إجرامية والحكومة الأردنية أيضا ذكرت ذلك والعديد من المؤسسات ومساعدة حقوق الإنسان وموضوع الحقوق الإنسان قالت أن هناك العديد العديد من جرائم الحرب التي تحدث في غزة ما هي تصورك الآن سيدي ما الذي ستقوم به بعد انتهاء الحرب شكرا جزيلا لك سؤال آخر سؤالي باللغة العربية ترجمة نانسيلا لك شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر 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 لكافة ما وضعناه أمان مجتمع الدولي خاصة عندما يتي الأمر إلى إحضار المجرمين إلى العدالة ومضوع المسائلة المسائلة نعلم بدون المسائلة وبدون وصول الحقيق والعدال الاجتماعي كل هذا سينتهي بك المطاف بحرب وحرب وحرب إذن أحد الأشياء التي أمل أن الكل يعمل عليه هو أن نضمن المسائلة رأيتم المدعي للمحكمة الجنائية الدولية ووصل إلى المنطقة وينظرون إلى هذه الأوضاع والتي تعتبر مهمة جدا كما ذكرت عندما يتعلق الأمر إلى غازة والضفة الغربية نواصل أن نجد انتهاكات جسيبة لقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون الحقوق الإنسان نذكر ذلك في المدارة الصحفية السابقة ومن المهم جدا أن نربط ذلك بالمسائلة وننهي الاحتلال يجب أن نتأكد أن العالم يفهم ما الذي يحدث عند بيت الأمر إلى زيارة الإسرائيل طلبت لزيارة إسرائيل وضفة الغربية وغازة وإذا زالوا يدرسوا هذه هذا الطلب عند بيت الأمر إلى المعينة المزدوجة من المهم جدا خاصة عندما نستمع هذا السؤال أننا نعود إلى الأسس والحقائق الأساسية لأن هذا موضوع حقوق الدولية وحقوق الإنسان يمكن أن نقيس الأمور ونقيمها هذا ما يعطينا يعني القدرة لنفهم ما الذي نقوم به تحتاج يجب أنه حاربة لمعايير الدولية في الواقع الموجودة والتي لم تأسيزها لسنوات العديدة يعني في السنوات الثمانية الماضية نحتاج أن نتأكد بالتأكد أن هذه المعايير يصغى إليها بشكل واضح وتحترى بشكل واضح وهذه رسالتي لأننا ستحمل إجراءة مختلفة أو معايير لدينا إجراءة واحدة نطبقها على الجميع في كل وضع في العالم مما في ذلك السياق الفلسطيني الحالي سألت أسئل إضافي لو سمحتم جراءة الحرب والقرام 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 في غزة نرى مستبرع ونرى المعايير ولي عاجزة عن تحقيق الحقيقة لنكاذ الناس هل اليوم المعايير المعايير والمعايير أصبح عاجزة في بعض الأهضات خاصة عن بعض الدول لا تطبق أهل الحقوق الإنسان بينما على دول أخرى أطبق شكرا هذا مضحوص مع سألها شكرا هدين المعايير تلفزيون العربي سؤالي إلى أي مدى يؤثر تمويل المنظمات الأممية على إصدار إدانة حقيقية للجرائم التي ترتكب وما زلتم تصفونها بالانتهاكات في غزة الآن يتم استهداف المستشفيات والمطالبات مختصرة على احترام والقيام بالجوارب الإنسانية لكن لا يوجد هناك مطالبات أممية حقيقية لإيقاف وقت إطلاقنا أحد الأشياء التي يمكن أن نخبركم بها لنا جميع الذين نقدم تحت على رأية الأمم المتحدة لعقود مضت من المحزن جدا نرى ما الذي يحدث لزملائنا في غزة حقيقة أننا فتد 99 من زملائنا هو شيء غير مسبوك في الماضي وهناك تحميل قصة بحد ذاتها حقيقة أننا في دارس أونروا التي يجب أن تفترض أن تكون هي أماكن آمنة للنازحين الذين يريدون أن يحصل على الملاذ والمأوى لا يجب لديها الأرقام الحقيقي لكن ما رأيته بالأمس أكثر من 600 شخص تم قتلهم في مدارس الأنروا وهذا شيء غير مقبول لأن هناك مبدأ حصارة المباني الأممية وتحدثت لهذا الصباح لأحد زملائنا الذي قال لي أن زملاء آخر فقدت أخوها هذا محزن جدا محزن ومؤلم للأشخاص أنفسهم لكن أيضا مؤلم لأولئك الذين يحتمون بهم وزملائهم وعدم القدرة لنضمن ومن المحبض جدا أننا لا نستطيع القيام بشيء لقياه ومن المهم أيضا أن نقول وللك مرة أخرى ما مباد والقيام لها أهمية بهذا البجال القانون الإنسان الدولي يدعو يتوفير المساعدة الإنسانية أثناء نشوب الحرب حقيقة أن لدينا أكثر أربعمائة شاحنة إلى غزة تظهر هذا الوضع أن هناك قضية خطيرة حول المساعدة الإنسانية التي تأدخل إلى غزة وهذا يجب أن يتغيّد بشكل مماشي نحتاج على الأقل أي مساعدة الإنسانية نحتاج إلى بالأقل إلى مئات شاحنة كل يوم للدخول إلى غزة بيئة الغذائية الضروري والمستدرات الطبية والبعادة الطبية والمياه ورقب الكهرباء يجب أن نطالب ذلك وذلك على المستوى على المستوى المستوى والمتحدة وضعت يعني أنا وضعت من منظور حق الإنسان أن نحتاج إلى وقت لتوفير المساحة للمساعدات الإنسانية لأن تصل ونجد أيضا حلا سياسيا أيضا أكثر من أربع آلاف طفل تم قتلهم وأكثر من يعني ثلاث آلاف إمرأة كم عدد الأشخاص الذين لا يزالوا تحت الأنقاب بتعليج أن نجد حلا طارئا لهذه الأزمة عندما يت الأمر التمويل للأمور المتحدة أصدرت يعني طلبا من الجانب الإنساني مؤخرا وسمعنا ليجد لدي الأرقام الحقيقية قد نعود لكم بهذه الأرقام الواضح أنا التمويل مطلوب بشكل ملح وفوري ولكن هذا شيء موضوع السجاب الإنسانية هي شيء وعلاقة لها بكل العمل الذي نقوم به على مستوى حقوق الإنسان السجاب الإنسانية هي جانب مهم ويتم وفق المبادل الإنسانية ولذلك تحتاج إلى التمويل بالتأكيد لكي يتهم الأمر إلى الجوانب الأخر العديدة هذا عمل آخر للأمم المتحدة لست هنا مخولاً بالحديث عني هناك يعني زملاء أخي قد تم تفصيله يعني شكراً شكراً لكم سؤال أخير سؤال أخير أنا هيدر العبدالي أنا تفرأ اليوم هل تعتقدون أن مهمة الأمم المتحدة العالمية في حماية حقوق الإنسان فشلت في حماية الأولياء في غزة خصوصاً بعد أن وصل أعداد القتلى إلى ما يقارب من 10 ألاف فلسطيني في هذه الحرب وبعد استقالات بعض العاملين لديهم في نيويورف أيضاً احتجاجاً على هذه المجازل يعني هل هذه المهمة اليوم فشلت عالمياً في الضغط على إسرائيل طبعاً من الواضح أن كل دولة عضو للأمم المتحدة لديها تأثير على إسرائيل وعلى حماس أو شخص مشارك بهذه الحرب يجب أن يضغط على بأجل إنهاء الحرب إنه مثل الأمر إلى ما تقوم به الأمم المتحدة نفسها كما ذكرت لكم حقيقة أننا فقدنا زملاء لنا في هذا الحرب هذا شيء مهم جداً وبالتالي ومحزن الأمم المتحدة دائماً موجودة الأمم المتحدة نحن كموظفين هنا موجودين هناك لنقوم بأقصى جهودنا لتخفيف المعاناة وتوفير المساعدة الإنسانية والسجاب الإنسانية ونحتاج إلى دول الأعضاء الآخرين وبالتالي لن ننجحوا وبالتالي المسؤولية للدول الأعضاء اللي يعقوموا بعملها بشكل طريق ومستعجل شكراً جزيلاً لكم